وإلى التفاصيل نعى جلالة الملك عبد الله الثاني بطل العالم في الملاكمة محمد علي كلي الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما وكتب جلالته على صفحات الديوان الملكي الهاشمي في مواقع التواصل الاجتماعي قائلا كان محمد علي كلي بطلا في زماننا وقد ناضل بضراوة في الحلبة كما ناضل من أجل شعبه وحقوقه المدنية في حياته لقد كان بطلا عظيما توحد العالم إعجابا بأصداء لكماته رحمه الله كما نشرت صفحة الديوان الملكي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال والبطلة محمد علي كلي وتتابعنا خلال نشرتنا الرياضية تقريرا مفصلا عن حياة البطل العالمي في الملاكمة محمد علي كلي تمكن التواقم وزارة المياه وري وبإسناد أمني من قوات الأمن العام والدرك من ردم آبار مخالفة وضبط حفارة مخالفة مموهة بصبغة رسمية ومصادرتها في محافظة إربد وألقت الأجهزة الأمنية القبضة على مالك الحفارة وصاحب المزرعة وأتم تحويلهما إلى الأجهزة المخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها هذا وشدد وزير المياه وري الدكتور حازم الناصر على استمرارية الجهود التي تبذله طواقم وزارة المياه وري وكافة العاملين في قطاع المياه في سبيل وقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه واصفا هذه الجهود بالحازمة وبأنها تسير بخطا ثابتة وأكد الناصر أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي شخص يتم ضبطه عثرت كوادر الدفاع المدني في محافظة الكرك على ثلاثة سياح من الجنسية الألمانية ظلوا طريقهم خلال رحلة لمجموعة سياحية في منطقة الخرزة الواقعة بين منطقة الغور والمحافظة مصدر المسؤول في الدفاع المدني صرح لرؤية أنه تم تلقي بلاغ عن فقدان ثلاثة سياح ضمن مجموعة تضم سبعة أشخاص من جنسيات أجنبية أثناء مسيرهم في منطقة الخرزة لتباشر الكوادر المختصة على إثر ذلك عملها بالبحث وتمشيط المنطقة حتى عثرت على المفقودين خلال ساعات قليلة وأكد المصدر أن الوضع الصحي للسياح في حالة جيدة شركاء لغذاء آمن عنوان مؤتمر يجمع المعنيين بالغذاء من القطاعين العام والخاص بهدف العمل على توفير غذاء ودواء آمنين وزيادة الثقة بالمنتج الأردني نطلع أكثر على التفاصيل في التقرير التالي للسنة السادسة وبعنوان شركاء لغذاء آمن عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة عمان ونقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس مؤتمر الغذاء السادس بهدف ترسيخ مبدأ الشراكة بين المؤسسات الغذائية لتحقيق الأهداف المشتركة في ضمان غذاء آمن وذي جودة عالية وفق أكثر أنظمة التفتيش تطورا وأحدث الأسس العلمية والعالمية لتخفيض حجم الإطلافات والحد من أثرها السلبي في الأمن الغذائي والأوضاع الاقتصادية في المملكة لا بد أن يكون في معايير علمية وفنية لغاية الحفاظ على المواد الغذائية ووصولها للمستهلك بشكل آمن وسليم الشراكة بين المؤسسات الحكومية ونتائجها من أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر لما فيها من فائدة مشتركة للمؤسسات والمواطنين من حفظ سلامة الغذاء والدواء إضافة لزيادة الثقة في المنتج الأردني كان لابد من أن هذا المؤتمر يعقد بهذه الفترة اللي على الأقل يكون في نوع من التنسيق ما بين هذه المؤسسات على كيفية الرقابة على كيفية وضع المواصفة الغذائية على كيفية الرقابة المشتركة ما بين هذه المؤسسات حتى لا يكون هناك نوع من الازدواجية غذاء ودواء آمن هذا ما يرن المؤتمر لتحقيقه وما يأمل المواطن في إيجاده خاصة مع اقتراب شهر رمضان حيث يزداد الطلب على المواد الغذائية مما يحمل الجميع مسئولية مضاعفة الجهد في الرقابة على الغذاء والتوعية لتعديل الأنماط الاستهلاكية وتعزيز الأمن الغذائي أمين سليم رؤيا تجمع عائلات البلد القديمة في القدس المحتلة يعلن عن وثيقة عهد القدس ومثاقها التي تأتي لمواجهة عمليات التهويد الإسرائيلية في المدينة والتي يسعى الاحتلال إلى توسيعها عبر مشروع استيطاني جديد يقام في بلدة سلوان بالقدس المحتلة تفاصيل هذه الوثيقة والخطوة التي ينفذها المقدسيون في التقرير التالي لقربها من المسجد الأقصى المبارك الذي لا يفصله عنها سوى بضع مئات من الأمتار تتعرض بلدة سلوان لمد استيطاني غير مسبوق فمن المقرر البدء بعملية بناء عدد كبير من الوحدات الاستيطانية في قطعة أرض تبلغ مساحتها خمسة دنومات في منطقة بطن الهوى وضعت اليد عليها جمعية عطيرة كهانيم الاستيطانية بالدعاء ملكيتها للإسرائيليين قبل عام 48 في جهد كبير من قبل الأسرطات الإسرائيلية لفرض أمر واقع واللعب في الميزان الديمقرافي في سلوان لصالح الوجود الاستيطاني هذا اللعب يبتم على محورين المحور الأول هو قرارات الهدم إسرائيل تدعي وجود عدد كبير من المنازل شوية بدون ترخيص وهناك أوامر هدم بحوالي خمسمائة منزل في منطقة سلوان وكان أبرزها في حي البستان هذا بترافق مع استلاء المستوطنين على عدد من العقارات إما من خلال التسريب وإما من خلال ادعاءهم بملكية هذه العقارات قبل العام 1948 ولتعزيز الوجود الفلسطيني في مواجهة التهويد والأسرلة وقع عدد من العائلات المقدسية والشخصيات الوطنية على وثيقة عهد وشرف على خلفية تسريب العقارات للمستوطنين في البلدة القديمة وخاصة بعد تسريب منزل اليوزباشي الوثيقة تهدف إلى تشكيل لجنة من ممثلي العائلات تقوم بتوعية أبنائها وملاحقة العملاء ومحاسبتهم ندعو كافة البلدات المقدسية إلى أن يحذو حذو عائلات البلدة القديمة الذين يعني وقعوا على هذه الوثيقة ونحن يعني بإذن الله تعالى لهم بالمرصاد برباطنا وبصمودنا وبثباتنا على أرضنا وبنشر ثقافة الوعي لدى أهلنا وشعبنا وعائلاتنا المقدسية بأن الحفاظ على الأرض والحفاظ على مصر رسول محمد عليه الصلاة والسلام والحفاظ على مهد سيدنا المسيح عليه السلام لم يلجأ المقدسيون للمطالبة بإعادة إنزال عقوبة الأعدام لمن يسرب عقارا حسب القانون الأردني ولا بتفعيل عقوبة السجن المؤبد حسب القانون الفلسطيني لكن التزامهم الأخلاقي وقانونهم الإنساني استبدل ذلك بوثيقة تؤكد لحمة صمودهم تجاه المحتل من القدس المحتلة زينة صندوق رؤية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيار الماضي 471 فلسطينيا من مختلف المدن والقرى وأضحت التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوقية في الأراضي المحتلة أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى 5805 فلسطينيين منذ بداية الهبة الشعبية في تشرين الأول الماضي كما أشارت تلك التقارير إلا أن مدينة القدس شهدت أعلى نسبة لعمليات اعتقال الفلسطينيين على أيدي جنود الاحتلال سياسة الاعتقال اليومية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة دون توقف وبوتيرة مرتفعة وتصل يوميا إلى ما يزيد عن 20 معتقل بينهم الأطفال وبينهم النساء لتصل الحصيل في المعدل الشهري إلى حوالي 600 معتقل وهناك استهداف واضح للأطفال والنساء في محاولة لكسر إرادة هذا الجيل وإرهابه وتخويفه خرج أبناء قطاع غزة في مسيرة جماهيرية دعت إليها فصائل العمل الوطني والإسلامي لإحياء الذكرى التاسعة والأربعين للنكسة الفلسطينية التي تصادف في الخامس من حزيران من كل عام وأردت المشاركون شعارات تنادي بالحرية والاستقلال منددين بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والأرض المقدسة 49 عاما نزفت خلالها عروس العروبة وزهرة الأديان السماوية جراء اغتصابها من قبل آخر احتلال في زمن الحريات أعوام مضت لتستنزف من أرواح الفلسطينيين وأعمارهم ما أنصفتهم خلالها القوانين الإنسانية رغم رواية التاريخ المؤكدة بأحقياتهم فيها رسالة الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية أن الكفاح الفلسطيني سيتواصل حتى إزالة أفار العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف لم ينس هؤلاء لم ينسوا ولم ينسوا مدينتهم العريقة وتاريخهم الذي ما زالت سياسة الاحتلال تمعل بتهويد معالمها وتتعمد إحراقها أمام أعينهم فخرجوا عاما بعد عام وزاد ألمهم هذا العام مع استمرار الهبات الشعبية التي دارت رحاها حول القدس وما زالت في هذا اليوم من الأمم المتحدة تمكين شعبنا من بسط سيادة الدولة على حدود أربع حزران عاما سبعة وستين وعاصمتها القدس المعترب بها دوليين من قبل الأمم المتحدة واتغت على إسرائيل لوقف كل الإجراءات والممارسات التي تتناقب مع هذا الحق ومع قرارات الشرعية الدولية جئنا نقول لمبعوث الجمعية العامة للأمم المتحدة نطالب بإنفاذ قرارات الشرعية الدولية فورا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الرسالة الثانية هي للذين اجتمعوا في باريس الأمس وحاولوا خفض سقف التوقعات الفلسطينية أن مطالبنا عادلة وواضحة تتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الرسالة الثالثة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية البقاء هنا والعين على المبادرات الدولية المتمثلة الآن بالأفكار الفرنسية التي ستوضع اليوم على طاولة الحوار في باريس علها تفرز مجموعة ضغط دولية تساهم في وضع خطة لإنهاء الصراع ذكرى نكسة حزيران لم تحمل معها جديدا منذ أعوام لكن على الرغم من ذلك ما زال لدى الفلسطينيين أملا بأن يحمل لهم التدخل الدولي حلا ينتزع أرضهم وأقصاهم من قبضة الاحتلال منعوك القناة رؤيا غزة فلسطين للمرة الأولى منذ عامين تمكنت القوات الحكومية السورية والقوات المتحالفة معها وبدعم جوي روسي من الدخول إلى الحدود الإدارية لمحافظة الرقة المعقل الرئيس لعصابة داعش الإرهابية في سوريا المزيد في التقرير التالي بعد إعلان الحكومة العراقية الحرب على عصابة داعش في أنحاء كثيرة من محافظة الأنبار والتقدم الذي تحرزه في عدد من المدن والخسارات التي بدأت تلحق بالعصابة جراء القصف المتواصل لطائرات التحالف على معاقل العصابة في كل من العراق وسوريا يضاف إليه التقدم الذي بدأت تحققه قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها مدعومة بغطاء جوي تقدمه القوات الجوية الروسية أخذ الحديث عن هزيمة عصابة داعش عسكريا منحا واقعيا على الأرض ففي سوريا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية عبرت الحدود الإدارية لمحافظة الرقة أبرز معاقل داعش في سوريا وذلك للمرة الأولى منذ عامين بعد تقدمها في هجوم كبير على العصابة بدعم من روسيا والذي يعد الثالث من نوعه حيث سبقته معارك مهدت لهذا التقدم وكانت الطائرات الروسية مهدت الطريق بغارات عنيفة استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة داعش في مناطق بشرق محافظة حما قرب حدود محافظة الرقة لوصول الجيش إلى حدود الرقة وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم مقاتلين أكرادا وعربا بدأت وبدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة الأمريكية هجوما مماثلا في الرابع والعشرين من أيار الماضي عملية لطرد العصابة من شمال محافظة الرقة انطلاقا من محاور عدة وبحسب بيانات المرصد فقد أسفرت الاشتباكات المندلعة منذ فجر الخميس وحتى الآن عن مقتل ستة وعشرين عنصرا من التنظيم وتسعة عناصر من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها ويرى محللون أنه في حال تمكنت القوات الحكومية من الوصول إلى طريق الرقة حلب وبحيرة الفرات وهو الشريان المغذي للعصابة تكون العصابة قد حصرت في حلب ما يعني التفاف حبل موتها حول عنقها المعارك الدائرة في كل من العراق وسوريا ضد العصابة الإرهابية والانتصارات التي تتحقق هل تشكل بداية النهاية لهذا السرطان الذي تمدد في أربع جهات الأرض الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة إلى التدخل بعد قصف المتمردين الحوثيين سوقا في تعز وفرنسا تغلق متحفين شهيرين لمواجهة فيضان نهر السين تفاصيل هذه الأخبار وأكثر في جولتنا حول العالم دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة إلى التدخل بعد مقتل أحد عشر مدنيا في قصف للمتمردين الحوثيين استهدف سوقا في تعز جنوبية غربية البلاد حيث تجددت المعارك وفق مصادر رسمية وعسكرية وأفادت مصادر طبية أن أحد عشر مدنيا بينهم امرأتان وفتاة قتلوا وأصيب ستون آخرون بجروح إثر سقوط قذائف يوم أمس على سوق في وسط تعز ثالث مدن اليمن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين أثناء زيارته في إفريقيا إن القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني ليست له أي قيمة على الإطلاق وجدد أردوغان موقف بلاده المعلن حول ما حدث في عام 1915 مؤكدا أن قرار الألمان لن يغير موقف أنقرة وتأتي تصريحات أردوغان على خلفية مصادقة البرلمان الألماني بأغلبية صاحقة على مشروع قرار يعتبر الجرائم التي ارتكبت بحق الأرمن في الحقبة العثمانية في عام 1915 هو إبادة جماعية وتقول تركيا إن هؤلاء القتلى سقطوا خلال حرب أهلية ترافقت مع مجاعات وأدت إلى مقتل ما بين 300 ألف إلى 500 ألف أرمني فضلا عن عدد مماثل من الأتراك حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على الأناضون أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير جون كيربي سيزور الإمارات والسعودية في الثامن والتاسع من حزيران الجاري لإجراء محادثات حول الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن كيري الذي ضعف زيارته إلى الخليج في الأشهر الأخيرة سيلتقي مسؤولين حكوميين كبارا لمناقشة ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك خصوصا سوريا وليبيا واليمن وجهود التحالف الدولي ضد عصابة داعش الإرهابية اتخذت باريس إجراءات وقائية واسعة من بينها إقامة حواجز ومنع الرحلات السياحية في نهر السين وإغلاق متحفين شهيرين لمواجهة فيضان النهر الذي ارتفعت المياه فيه إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من ثلاثين عام وقالت السلطات الفرنسية إن مستوى المياه في نهر السين كان مستقرا عند مستوى ستة أمتار لكنها أوضحت أنها تتوقع ارتفاعا خلال هذه الليلة يصل إلى مستوى ثلاثين سنتيمترا ولم تتسبب الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت في أوروبا هذا الأسبوع وأودت بحياة ستة عشر شخصا على الأقل أضرارا كبيرة في العاصمة الفرنسية ويندرج قرار إغلاق متحفي اللوفر ودورساي الواقعين على ضفتي النهر لنقل جزء من مجموعتهما إلى أماكن آمنة في إطار إجراءات وقائية أزمة سير خانقة شهدها العديد من المناطق عمان منذ ساعات صباح اليوم عند التقاطعات والدواوير والطرقات الرئيسية وتركزت أزمة السير بالقرب من منطقة جسر عبدون وعلى امتداد شارع زهران خاصة بالقرب من الدوار الرابع حيث وصلت الأزمة ذروتها خلال ساعات الصباح وقبيل ساعات الظاهرة التي شهدت توفد المهنئين إلى دار رئاسة الوزراء لتهنئة حكومة الدكتور هاني الملقي كما شهد العديد من طرقات عمان أزمات سير متقطعة لقيام أمانة عمان الكبرى بأعمال صيانة لبعض الطرقات يواجه الأردن زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بمرض السكري إذ بلغت نسب الإصابة بهذا المرض في الأردن 25% من عمر 25 عاما فما فوق ومع هذه الأرقام الخطيرة انطلقت اليوم في مركز علاج السكري في محافظة الطفيلة مبادرة طبية تحت عنوان مدرسة السكري تهدف إلى تنظيم حملات توعية للمرضى وأسرهم كما تهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات الطبية والفحوصات المخبرية ونصائح تتعلق بالتغذية طيلة فترة شهر رمضان المبارك من خلال كادر طبي متخصص في التعامل مع مرضى السكري لأول مرة في المملكة الأردنية الهاشمية نعلن على إنشاء مدرسة السكر التي تتعنى بالمريض حيث تقوم هذه المدرسة على الاهتمام بصحة المريض من حيث يجلس مريض السكري في غرفة مغلقة خاصة مع ذوي وأحد المسؤولين في هذه العيادة يقوم بشرح عن استعمال الإنسولين إذا أخذ الإنسولين أو استعمال الأدوية وطريقة أخذ العينات وطريقة أخذ الإنسولين أنا مريض السكري من تقريب عشر سنوات كنت أراجع المراكز في عمان ومركز الغدد الصماء والله أنه مشوارنا يتجاوز المئة مئة وعشرين دينار وفحوصات مخبرية وعلاجات سكرية وكمانتي صور يعني مبالغ باهظة ومنشجع مرض السكر يا الله يعافي الجميع أولا أنه بمراجعة هذا المركز الموجود الآن في منطقة العيس استعدادا لشهر رمضان الفضيل أنهت محافظة البلقاء وبالتعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة خطتها الأمنية والرقابية لضمان الالتزام الكامل بحرمة الشهر المبارك خطة تنسيقية وأمنية ورقابية صارمة خلال شهر رمضان المبارك أعدتها محافظة البلقاء بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة بما يضمن الالتزام الكامل بحرمة شهر رمضان محافظ البلقاء صالح الشوشان أكد على توفر المواد التموينية بشكل يكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر ولا داعي للتهافت على المحل التجارية بشكل يضاعف من أسعارها كما تم تشتل لجان الصحة والسلامة العامة وتفعيلها على مدار الساعة ضمن جولات صباحية ومسائية لتراقب الأسواق خلال الشهر الفضيل كل حسب اختصاصه في هذا الشهر الفضيل لابد من أن نركز على موضوع توفر المواد التموينية والرمضانية للمواطنين بكميات وافرة وبنفس الوقت بصلاحية هذه المواد خاصة وأن بعض المواطنين يبالغون في شراء من هذه المواد الاستهلاكية الأمر الذي لا يتطلب أن يكون ذلك منع انتشار الباعة المتجولين في الشوارع والتأكد من سلامة تحضير المواد التي تباع معهم وطرق حفظها ومراقبة الالتزام بالأسعار وعدم احتكار المواد الغذائية من قبل بعض التجار كما تم الترتيب مع الأجهزة الأمنية لخطة مرورية أمنية صارمة لمنع حدوث الازدحامات المرورية والحد من انتشار ظاهرة سرقات المنازل والمركبات تم بحث موضوع الباعة المتجولين وخاصة العصائر وصلاحية هذه المواد وصلاحية المواد الغذائية المباعة المكشوفة والمبسوطة في أمام المحلات التجارية خطة رمضانية شاملة شملت رفع مستوى التنسيق خلال التعامل مع الحدث بين جميع الجهات المعنية إضافة إلى التنسيق التام بين مديرية التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية ولجان الزكاة في توزيع المساعدات النقدية والعينية على المحتاجين والأسر الفقيرة لعدم الازدواجية في التوزيع للبعض وحرمان البعض الآخر وشمول أكبر عدد ممكن بالحصول على المساعدة أسامة العدوان رؤية يطالب خبراء في مجال الصحة النفسية بتحسين واقع الخدمات المقدمة للمرضى النفسيين في الأردن لا سيما في ظل وجود دراسات تؤكد أن ما نسبته 12% إلى 20% من الأردنيين يعانون من اضطرابات نفسية التفاصيل في التقرير التالي الصحة النفسية في الأردن ربما يكون مفهوما جديدا لا يعرفه الكثيرون ولا يتقبله آخرون ويضعونه تحت بند الخلل العقلي أو وصمة العار أو حتى العيب إلا أنه بحاجة إلى التفكير لا سيما وأنه لا يخفى على أحد ازدياد حالات الانتحار في الأردن بشكل لافت وازدياد الأمراض النفسية ويعود لعدة أسباب ومنها الفقر والبطالة وإذا نظرنا قليلا من حولنا سنجد أن بعض المشكلات لا تزال تتزايد دون حلول جذرية ومنها العنف الجامعي الاترابات النفسية وازدياد أعداد اللاجئين وما يتصل بهم من مشاكل واحتياجات فضلا عن ارتفاع نسبة الإساءة للأطفال والنساء والعنف المجتمعي بشكل عام وارتفاع نسب الطلاق وعدد كبير منها يعود إلى مربع الصحة النفسية غير السليمة وبحسب دراسة حديثة فإنهما يقارب من 12% إلى 20% من الأردنيين يعانون من الاضطرابات النفسية وهذا ما يعني أن العديد منه لديه شكل من أشكال الاضطرابات النفسية وربما يخجل من البوح بذلك أو لا يدري وتشير الدراسة ذاتها أن 5% فقط منهم يتلقون شكلا من أشكال العلاج النفسي قمنا بحسابي بأنه ما بين 100 شخص دوحالة نفسية فقط 15 في حياتهم لن يقابلوا طبيب نفسي يمكن أن يقابلوا أطباء ولكن الغالبية العظمى لن ينطقوا بأي شخص على الإطلاق واحد من بين 10 أشخاص بحالة نفسية تلقى العلاج الذين هم بحاجة له إذن هناك فجوة علاجية كبيرة جدا وبحسب خبراء فإن محاولات الحكومة والمؤسسات المساندة لها متواضعة في مجال الصحة النفسية إلا أنها تعمل من أجل تحسين الوضع في القطاع الذي وصفه الخبراء بأنه يعاني الكثير من المشاكل إضافة إلى عدم كفايات العيادات النفسية لتأمين الاحتياجات اللازمة وارتفاع كلف الخدمات الصحية النفسية في القطاع الخاص وكذلك أثمان العلاجات يعد سببا من حرمان البعض من تلقي العلاج وما هو إيجابي بدء بعض الأطباء في التخصص في هذا المجال والتنبه لحاجة المجتمع لمثل هذا الاختصاص يقدر خبراء العالم أن نسبة التعرض للاضطرابات النفسية واحد من كل أربعة أشخاص وتقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 75% من من يعانون من الأمراض العصبية والنفسية لا يتلقون أي رعاية أو علاج وأن نسبة منهم تلجأ إلى طرق المعالجة غير السليمة مثل الشعوذة وغيرها وللتخفيف من هذه الآثار السلبية فقد بدأ الأردن بخطوات سريعة في مجال تحسين نظام وخدمات الصحة النفسية وسد الفجوة فيها منذ عام 2008 وتقدر نسبة الإنفاق على الصحة النفسية حوالي 2% من مجموع الإنفاق الحكومي على الصحة وفقا لآخر دراسة حول هذا الموضوع في عام 2011 حيث أن الغالبية العظمى من الإنفاق تذهب للمستشفيات وهذا الرقم يرى المختصون أنه بحاجة إلى التضعف بشكل كبير لا سيما مع ازدياد عدد الحالات التي تتطلب العلاج جورج برهم رؤية جبل التحكيم في محافظة معان وعلى الرغم من أهميته التاريخية يعاني من الإهمال كما يقول سكان المنطقة إلى التفاصيل جبل التحكيم أو جبل الأشعري أحد الأماكن التاريخية في محافظة معان وبالتحديد في منطقة أذرح عانى ما عاناه في الزمن المنقضي وشهد ما شهده من حروب ووقائع عدة في التاريخ الإسلامي إلا أنه في الوقت الحالي يشهد تهميشا من قبل الجهات المعنية حيث أبدى مواطنو المنطقة استياءهم من هذا الإهمال بيد أنها ذات مكانة تاريخية في مرحلة مفصلية زمن الخلافة الإسلامية نحن نطلب من وزارة الأوقاف اهتمام أكثر في هذا الموقع كباقي الأماكن السياحية الدينية في الأردن ما فيه اتمام لأنه كون منطق مجاورة للبترة ومش مستفيدين من المترة ونحن من المناطق المجاورة إلى ومش مستفيدين منه شهد هذا المكان واقعة تاريخية وهي التحكيم بين الصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان بعد امتناع معاوية عن مبايعة الخليفة علي بن أبي طالب ويبقى السؤال الأبرز حول مدى استمرار هذا التهميش من قبل الجهات المعنية بهذا المكان